اهتمام متواصل توليه وزارة الداخلية لذوي الاحتياجات الخاصة يتجلى في التيسيرات المقدمة لهم في كافة المواقع الشراطية ليحصلوا على الخدمات الامنية والجماهرية بشكل حضاري وميسر ومشاركتهم لاحتفالات والمناسبات المختلفة مصر الامل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة تحت رعاية رئيس الجمهورية حرصت وزارة الداخلية على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال توجيه مأموريات الى مدارس المكفوفين وتسليمهم هدايا عينية وعصى بيضاء من منطلق تقديم كافة اشكال الدعم لهم فهي زيارات تتواصل وتلاق استحسانهم فوزارة الداخلية سبق دائما في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات مدريات الامن وقطاعات الوزارة حرصت على احياء الاحتفال من خلال الزيارات نظمتها الى دور رعاية الايتام ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمهم هدايا ما ادخل البهجة والفرحة في نفوسهم كما تم توقيع الكشف الطبي عليهم واستقبلت انديات الشرطة ايضا عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة نظمت لهم احتفالات وبرامج طرفهية في اطار احياء الاحتفال باليوم العالمي الخاص بهم وتفاعل الحضور مع البرامج الطرفهية ومع الاحتفالات المتنوعة التي نظمتها وزارة الداخلية لهم احياء هذا اليوم هو شكل من اشكال الاهتمام بالذوي الاحتياجات الخاصة الممتد لكافة القطاعات الشراطية من خدمات ميسرة تقدم لهم الى دعمهم ومسندتهم وتأتي تلك الانشطة من منطلق حرص وزارة الداخلية على اعلاء قيم حقوق الانسان وتحقيق التواصل مع كافة شرائح المجتمع وتقديم الدعم والمسندة لهم يا عمد يا عمد انا حباجي قوي اتيهي كهو قلب بيل اضحب احلى مصر احلى داني احلى امي انا موضوع احلى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة